تعاني منطقة العجيلية التابعة لقضاء الديجيل والمحاذية لناحية يثرب من نقص الخدمات الصحية بسبب هدم مركزين صحيين من قبل تنظيم داعش الإرهابي فطالبت الجهات الصحية بإعادة إعمار المراكز الصحية ورفع مخلفات الحرب وتوفير المياه بسبب عطل مشاريع الماء بشكل كامل نحن نوجه مطالبنا للجهات المختصة احنا منطقة كانت مزدودة هالفترة كلها اتعاني من مشاكل صحية كبيرة جدا القاذورات مذبوبة بكل مكان سكراب البيوت مذبوبة بكل مكان المراكز الصحية عدنا اكثر من مركزين تم تهديمهم اللي ان التوجه يصير كلها على المسائل الصحية لانها حياة ناس انا اجيب انسان احطه ما اراعي حياته اذا العودة ما لها اي غرض ما لها اي داعي فاحنا انطالبهم اولا بالمراكز الصحية ثانيا برفع المخلفات الموجودة وتوفير مياه الشرب لان مياه الشرب قلت لك هاي ثس سنوات عاطل كل الاجهزة الموجودة هنا والمكائن حكومة يثرب المحلية اوضحت ان الايام القادمة ستشهد فتح احدى المراكز الصحية داخل العجيلية وتهيئة المستلزمات الضرورية بسبب كثرة النازحين العائدين الى المنطقة الواقع الصحي اكيد سيكون هناك افتتاح لأحدى المراكز الصحية الموجودة داخل المنطقة وبالذات على ما اعتقد هو المركز الصحي الرفاعية وسيتم تنسيب الكوادر التمريضية والادارية ويزود بسم الدنزمات والآلية من قبل قطاع الرعاية الصحية الاولية في بلد اهتمام الناس نظرا لكثرة العوائل العائدة وهذا اتفاق مسبق بين الجهات السياسية والجهات الامنية على توفير الخدمات في القطاعات الاساسية لتمكين الناس من ممارسة حياتهم بشكل طبيعي لعلها من اهم ما يبحث عنه النازحون عند عودتهم فالجانب الصحي يشكل جزءا اساسيا من اساسيات الحياة بعد العودة الى ديارهم طالب النازحون العائدون الى منطقة العجيلية بتوفير الادوية اللازمة والمستلزمات الصحية من منطقة العجيلية المحاذية لناحية يثرب ليسا مراء علي البلداوي